ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 779 إصابة بينها 204 حالات نشطة حيث أعلنت وزارة الصحة مع هذا الارتفاع السريع دخول الموجة الثانية من جائحة كورونا تعيش الأراضي الفلسطينية اليوم ما تم التحذير منه خلال الأيام السابقة من عودة الإصابات بشكل كبير نتيجة استهتار المواطنين بإجراءات الوقاية فبالأمس تم الإعلان عن 45 إصابة في مختلف المحافظات تبعتها 24 إصابة هذا الصباح ما دفع وزارة الصحة للإعلان رسمياً عن دخول موجة ثانية من جائحة كورونا بعدما تم الانتهاء أو أعلن عن معظم المحافظات إنها خالية صار فيه ممكن استهتار نوعاً ما في الكورونا إنه مبتلت هي موجودة باعتقاد الجميع لأنه في كتير من التقارير عم تنزل إنه هذه الكورونا مش موجودة هذي كلها يعني لعب سياسية هذي كلها مؤامرة عشان يمرروا قضية معينة ولكن بالرغم من كل هاي الكورونا موجودة إنه لم تيجي الإصابات إذا الكورونا مش موجودة يعني مش إنه رقم عم بطلع وهذا عم بتشوفه في كل دول العالم الحمد لله فلسطيني يعني هي بالنسبية لدول العالم هي قليلة نوعاً ما ومع الارتفاع المتسارع في أعداد الإصابات تزداد تساؤلات المواطنين إذا ما ستعلن الحكومة الفلسطينية عن قرارات تتعلق بإغلاق المرافق العامة ومنع الحركة بالمحافظات إجراء أكثر من يخشاه التجار إحنا مطعم صغير يعني فيش في مجال جلسة يعني فيش الزبون بدخل بأخذ طلبيته وبطلع وبالعادة لما بتكون فيه أكثر من زبون يعني العادة إن الزبائن صار في عندهم ثقافي إنه بوقفوا باستنوا الزبون عبر ما يطلع هن يبدخلوا يعني وبالتالي فيش مجال للإختلاط مع هذا كمان إحنا كمطعم يعني بنحافظ على أكثر درجات المضافة من حيث الكمامات من حيث الكفوف من حيث التعقيم في جل في شغلات زي هاي أنا بصراحة مع إنه المحلات الضلها فاتحة مع إجراءات الوقاية اللازو لأنه الناس الضلها تتحرك الضلها تطلع الأشغال الضلها ماشي لأنه إحنا تأثرنا لسه ما طلعنا من تأثير الموجة الأولى لحد الآن أنا مع الفتح لأنه فيه أشغال بتتدرر فيه ناس بتتعيش فيه ناس بتعرفش تتحرك بالإغلاق يعني تكفي حاجياتها متطلباتها وحول آخر إحصاءات الإصابات المسجلة في القدس المحتلة فإن العدد وصل إلى 180 حال نشطة في ظل تقاعص حكومة الاحتلال عن إعلان الأعداد وخارطة انتشار الوباء من فلسطين المحتلة آية الخطيب رؤيا آية الخطيب